ما الذي يجر في محيط الحرم الإبراهيمي؟ كيف أيضا هي الإجراءات العسكرية في هذا اليوم؟ الإجراءات الإسرائيلية طبعا الإجراءات العسكرية الإسرائيلية مشددة جدا الحرم الإبراهيمي مغلق منذ ساعات ظهر يوم أمس ويستمر هذا الإغلاق حتى الساعة العاشرة من اليوم الأربعاء الإسرائيليون الاحتلال الإسرائيلي أبلغ الأوقاف الفلسطينية أن الحرم مغلق لكن الأعداد قليلة جدا من المستوطنين المتطرفين الذين يعني بعضهم الآن بضعة من البضعة مستوطنين يتجولون في ساحات الحرم أحضروا خيامهم إلى هذا المكان وبكل تأكيد الحرم اليوم بإمكانهم الدخول إليه بشكل كامل حتى القسم الذي يسيطر يعني عليه الفلسطينيون والذي أعطي للفلسطينيين بعد قصة المجزرة التي حدثت عام 1994 هذه الأعداد قليلة في أعياد أخرى تكون الأعداد أكبر حيث يأتون من كل مناطق الضفة الغربية أقصد هنا المستوطنات وكذلك حتى من داخل مدينة القدس المحتلة ربما نعزو ذلك إلى عيد الغفران اليهودي اليوم الوحيد الذي يتوجب صيامه عند اليهود وبالتالي يمتد لمدة 25 ساعة يمتنعون عن الأكل عن الشرب عن الاستحمام عن الزينة وكذلك عن الأحذية الجلدية ويستمر العيد هذا يوما واحدا بالتالي ربما هذه الأسباب كذلك تعطل خلاله كل المؤسسات الحكومية والتعليمية والإعلامية وتغلق المطارات والطرق والحواجز ويرتدي الصائمون لباس التوبة ويلف اليهود الدجاج الحي فوق رؤوسهم وبعد ذلك يذبحونه يطلبون التوبة والغفران بالتالي ربما هذه الأسباب قد تجعل الأعداد قليلة حيث في أعياد أخرى مثل سبت سارة وكذلك بعض الأعياد يأتي المستوطنون المتطرفون بأعداد كبيرة إلى هذا المكان وكنا نشاهد حافلات إسرائيلية تقلوا عددا كبيرا من المستوطنين المتطرفين الذين يدخلون إلى الخليل بأعداد كبيرة وهم أصلا يحسبون ذلك من خلال الأعوام أنه منذ بداية عام 2022 كم مستوطن دخل إلى الخليل هناك جمعيات استيطانية متطرفة تعمل على هذا الموضوع حيث يهودون وسط المدينة وبالتالي يقومون بتسريب أو شراء بعض المنازل أو حتى السيطرة عليها في مناطق قريبة من الحرم الإبراهيمي الآن المحيط جميع مغلق هناك حواجز عسكرية إسرائيلية الأوضاع اليوم والمؤشرات هل ربما نشهد أي تصعيد في الساعات المقبلة أم أنه الهدوء يسيطر على المشهد هناك هدوء حذر الأوضاع هادئة لكنها مشوبة بالحذر وبالتالي لا يمكن أن نتوقع ما الذي يمكن أن يحدث في الضفة الغربية ليس فقط في الخليل هناك تحذيرات حذروا مرارا وتكرارا وأعطوا توصيات لشرطة الاحتلال ولجيش الاحتلال الإسرائيلي من إمكانية حدوث عمليات ضد المستوطنين والمتطرفين وأعلنوا عن اعتقالهم لخلايا نائمة أو حتى خلايا منظمة تابعة لحماس في الضفة الغربية تحديدا هنا في الخليل وأظهروا مواد متفجرة وأسلحة ضبطت بحوزة هذه الخلايا التي أعلنوا عنها ولكن بعض الجهات تقول أن هذا التهويل إعلامي من قبل جهاز الشباك الإسرائيلي عند الاحتلال وبالتالي لأنهم يعني يعملون ليلة نهار الاعتقالات لم تتوقف كل يوم يدخلون إلى المدن الفلسطينية وقوموا باعتقال أعداد كبيرة من الفلسطينيين من الخليل جنوبا إلى جنين شمالا وبالتالي لا يمكن لنا أن نعرف ما الذي يمكن أن يحدث هناك توقعات هناك سيناريوهات هناك تكهنات يقرأها البعض المحللون المراقبون المتابعون للشأن الفلسطيني لكن نستطيع القول أن الأوضاع هنا في الخليل كما معظم المدن الفلسطينية هادئة لكنها مشوبة بالحذر لأن هذه الفترة يا فترة صعبة